في عيد ميلاده الخامس والثمانين حضرتك أصدرتي كتاب مهم جداً اسمه سحر الحكاية سحر الحكاية ده جمع كل المقالات أو الكتابات النقدية لتناولت منجزه هيا مش كلها طبع أو أغلبها طبع شوية يعني أنا عدت سنة ونص بشتغل في الكتاب ده فسر الحكاية أنا حسأل حضرتك سؤال كده مباشر إيه سر حكاية يعقوب الشرون؟ إيه سر الحكاية اللي خلت الأطفال يرتبطوا بإسلوبه وبلغته وبالعوالم المختلفة اللي تطرق إليها ياقوب الشرون سر حكايته إيه؟ سر حكايته أنا عشته آآ يعني بابا كان كل يوم بيحكي لنا حكاية قبل النوم أكتر عقاب كان قاسي على قلوبنا أنا وأخويا إن أعملنا حاجة غلط والنهارده بابا مش هيحكي حكاية دي كانت يعني قطعنا الكبرى فكنا بنتحايل إن إحنا نعتذر أو نخليه يعني يبقى مش زعلان هم بيبقاش زعلان بس هو يعني عملنا موقف لازم ليه رد فعل ما كانش ببابا عمره ما ضرب ولا قال كلمة مش كويسة قابل أنا مش هحكي النهاردة الحدوثة بتاعت قبل النوم دي من النهاردة مش هحكي حكي حكاية قبل النوم يعني دي كانت يعني حاجة إحنا بنستناها لإنه ما تقوليش نوم يعني كنا بنقوم ونسقف ونتنطط ونعمل حاجات وبعد كده نهدى وننام راضيين فإحنا بنستناها فطبعا إن بابا يقول إن مش هنحكي حكاية النهاردة دي يعني ونفضل نقول أنت السبب وانت السبب لكن كتير كان بيتنازل ويقول لنا خلاص بدا ما اعتذرت وهحكي لكم حكاية قابل النوم لإنه هو كان عارف دي تأثيرها علينا بيخلينا ننام في سعادة وإن الطفل ينام سعيد ده شيء كان بابا بيهتمي بيجدا أوي إنه خلينا سعداء هل كان عنده نفس العادة مع الأحفاد؟ أنا نقلتها بقى للأحفاد أنا كنت بحكي حكاية قبل النوم أنا كنت حكاية يعني بابي كان حكاية رائع وأنا كنت حكاية من وانا عندي خمس سنين يعني أنا لما كنت توه من بابا والماما على البحر بابا هادي جدا يقوم يشوف فين قومت أحوال ويلاقيني قاعدة في النص وقدامي الشباب كبار يعني وبحكي حكاية وقعدين منهمكين جدا وبابا يسيبني أكمل الحكاية وبعدين ياخدني يرجعني الشمس يعني فإحنا توارسنا الفن الحكي وأنا دلوقتي بدي محاضرات فيه فن الحكي بالوسائل المختلفة إزاي تحكي قصة ويكون جذاب بالطرق المختلفة يعني فكان بابايا مختلف لأ يعني مش مش أي حد يعمل ده يعني والحمد لله بننقل ده للأحفاد بقى أحفادي يعني